حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومين من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قال أبي حدثنا به يزيد بواسط وبغداد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي حدثنا يزيد بن هارون ببغداد أنبأنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب أصحابي القتل قال أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان يقول كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم أغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وقبض أصابعه الأربعة إلا الإبهام فإن هؤلاء يجمعنا لك دنياك وآخرتك قال سمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل حسنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بنيا محدث حسنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حسنا عفان حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي طارق بن أشام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلام يقول اللهم أغفر لي وارحمني وارزقني وهو يقول هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة حسنا بكر بن عيسى أبو بشر البصري الراسبي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال سمعت أبي وسألته فقال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران ترجمة نانسي قنقر